بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته معكم وفق علي هنكمل في مادة ادارة المعرفة هنا بنتكلم على النقطة الخمسة للعمال الاجتماعية وانظمة التعاون وتقنياتها طيب اسباب تشجيع الشركات للتعاون والعمال الاجتماعي في حاجة اسمها المسؤولة الاجتماعية للشركات وفي حاجة ياما القانون بينظمها هي إما الشركة بتحاول تحسن أداءها وصوريتها قدام العمل علشان تكتزب تعطفهم وتوصل لناس جدادي تغيير طبيعة العمل تتطلب الوظافة الجديدة التفاعل بين الموظف والمورد والعميل اتنين تغيير تنظيم الشركة التسلسل الهرمي الإداري تحول إلى التسطيح وفرق العمل تلاتة تغيير نطاق الشركة قدت العالمة لإنشاء منظمات متفرقة في المواقع جغرافية للتنسيق ما بينهم يعني المقصود إيه؟ إن في حاجة اسمها منظمة افتراضية واحد بيعمل لك الجرافيك في بلد واحد تاني بيعمل لك تسويق في بلد تاني واحد بيعمل لك موقع في حتة تانية في محافظة تانية في نفس البلد آه فالناس دي كلها بتعمل لهدف واحد أو كده وبيوزعوا التكلفة والأرباح على بعض وكده ولكن آه يعني هتقدي التطورات التكنولوجية دي وليه آه تغير التسلسل الهرمي التسلسل الهرمي كان زمان يقول لك تول يعني ايه تول يعني مدير الشركة وتحت مديرين الإدارات وتحتهم آه مديرين العموم وتحت مدير عموم المدير المدير الشؤون وتحت مدير الشؤون آه أساء الأقسام وتحت رأساء الأقسام فجده ده كده يعني يقولك هيكل تنظيمي طويل يعني ايه فيه ده اسمه تول الأجاني بيقولك تول التاني فلات يعني ايه فلات تسطح متسطح يعني ايه يعني هو مدير للشركة وتحته مدير فروع وخلاص يا عمي خلاص كده تم بحمد الله فيه بقى إدارات وكده وفيه ممكن يكون فيه لما كزيه فيه انا عايز شغل انا مش عايز بقى هيكل تنظيمي معقد زي بتاع الحكومة آه تلاقي المديرين اكتر من اللي بيشتغلوا تحت فيه تلات تلاف تلات تلاف درجة وظيفية ها اللي هو النظام التول دوت الروتيني التقليدي البيخ لا احنا عايزين التسلسل الهرمي الخفيف اللي هو مسطح مش هقولك ان ده ده خد بالك يعني لما تدرس مادة زي الاو بي او اللي هو آآ المواد بتاعة دوت الاعمال اللي هي عدوسناها في الماجستير هيقولك ان ده ده اللي ميزة وده اللي ميزة خد بالك المسطح ده مش مش حلو قوي يعني انت برضو فيه حاجات بتبعي عايز تعملها ممكن تتأخر على المهم ان ده اللي ميزة وده اللي ميزة بس في شغل البزنس اونلاين والناس اللي هي شغالة بالتكنولوجي وتستفيد من السرعة وكده محتاجة آآ يعني الميزة اللي في ده تمام طيب آآ نمر اربعة يبقى اسباب تشجيع الشركات للتعاون والعمل الاجتماعي تغيير طبيعة العمل مظائف جديدة وتغيير تنظيم الشركة تسلسل هرمي اداري مسطح اكتر في عمل وفي شوية ايه اديك شوية مش مركزية كده اديك شوية ايه لا مركزية بس دي لي نتائج يقول لك الادارات المتطورة اللي هي ايه مانيش منت باي اوبجيكتف والله انت في عندك اهداف بتنفزها خلاص زي الفل خلاص زي الفل مش كل حاجة لازم ترجع لي اشتغل تاكل الله آآ ميديك التصليح ده ميدي برضو ايه آآ طيب تلاتة تغيير نطاق الشركة قدت العالمة لانشاء منظمات متفرقة في مواقع كتير بس كلها ايه آآ كلها بتصب في تحقيق اهداف الشركة كلها او المنظمة دي كلها تمام اربعة تركيز على الابتكار الابتكار بقى ايه آآ ده انا بنفس في سوق مفتوح بقى ممكن ده مش في البلد بس والواطن العربي بس ده ممكن تكون تتعامل مع ناس في العالم كله فما يبقاش الناس متطورين واحنا لسه بنتكلم في حاجات آآ فانت بحتاج ابتكار ينبع من فوق العمل والمجموعات اكثر من الفرض الواحد ابتكار في في الهيكل التنظيمي ابتكار في الاربع ادارات بتاعت الشركة الاساسية اللي هو الانتاج والتمويل والتسويق والاتش ار مورد بشرية وكمان في المنتجات والخدمات اللي بتقدمها الشركة مش بس دي يعني انا عايز اقول لك في كل حاجة طيب نمو العمل ايه المردي انا مش عايف دي ايه المهني تتطلب الوظائف المهنية تنسيق وتبادل معلومات آآ وآراء مع المهنيين المهنيين بل هم الناس اصحاب المهن اللي آآ يعني متخصصين في حاجة تمام فاتقول ايه والله بعض الشركات اللي هو تتعمل حاجة اسمها يعني ايه يعني يعني بص اموفى الله يكو يومك بدل ما اعمل بقى ادارة الحسابات لأ انا بدي مكتب محاسبة بخلص للميزانيات والحاجات بتاعتي ويتابع مع الضرائب ماشي انا بدل ما اعمل بقى ادارة القضايا والشؤون القانونية وقصة ما عنديش انا مكان بقى او ما عنديش اجر مبنى عشان الادارة لا لا انا مديها المكتب محاما بتخلص لي الكلام ده فاوت بتعامل مع المهنيين دي مكاتب مهنية ناس وظيف مهنية ممكن اه 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 التكنولوجيا المعلومات النهاردة او الاستخدام بتاع او يخليني سهل لي ان انا نتعامل مع بعض اه اعمل مسلا الحاجات دي او تبدل معلومات معلومات معهم واراءهم من غير ما اه يعني بكل حاجة جوا عندي تمام ستة تغيير ثقافة العمل والاعمال فرق العمل تحيل لانتاج او تميل لانتاج مخواجات افضل واسرع من الفرد تمام دايما السرعة والتحسينات والمنافسة المفتوحة السور المفتوح ده مخليك دايما انت محتاج تعمل مخواجات افضل واسرع كمان وتقلل تكلفتك دايما بصص عينيك على ايه الفعالية والجفاء تحقيق اهدافك ويه اه اللي تستخدم الموارد او يعني خفض استقلال الموارد على قد ما تقدر طيب ادوات وتقنيات العمل الاجتماعي والتعاون انظمة للتفاعل بين الموظف والعميل والموارد تدعم الثقافة التعاونية او يعني اه انظمنا للتفاعل بين الموظف العميل والموارد هذه الانظمة تدعم الثقافة التعاونية منها ايه واحد البريد الالكتروني والرسالة الفورية الايميل او البريد الالكتروني من اقوى الحاجات اللي بتوصل يعني بتعمل اتصال سريع وفوري اتنين او وسيلة للمشاركة الافكار والمعرفة تلاتة اللي هي يعني زي مثلا ويكي بيديا كده يقول لك حاجة للمعلومات او يعني موسوعة كبيرة تقدر تدور على اي حاجة تلاقيها عليها ماشي بس ايه فيها ميزة جميلة جدا ان ممكن اي حد يقدر يعد المعلومة غلط ولا حاجة هو يديفه بتاع الاضافة دي مشكلة او ممكن راح يحط معلومة غلط اه بس هيبقى متاح لان الناس تصحح ذا اللي بيضمن ان هي البيانات بتبقى او الافكار او او المعرفة بتبقى كويس طيب اتنين تلاتة قصة دي العوامل الافتراضية الي mia اجتماعات الو اجتماع لافتراضي تدريب عبر الانترنت اللي هو التدريب الافتراضي او القاعات الافتراضية تدريب عبر انترنت الفاعل وتبادل افكار اربعة عنظمة الاجتماعات. كل دي انظمة ايه? للتفاعل بين الموظف والعميل والمورد? ادوات وتقنيات للعمل الاجتماعي. انظمة الاجتماعات الافتراضية. جالسات استراتيجية لفرق العمل. اه خمسة تكنولوجيا التواجد عن بعد. المشاوكة في الوقت الفعلي بنون التواجد الفعلي. يعني اه كل واحد في موقعه يقدروا يتواصلوا وياخدوا المعلومات من بعض التعليمات الاخبار. خدمات التعاون السحابية. مثل تطبيقات ومواقع جوجل للتواصل. فيه مسلا ملف. اه الخطة بتاعت المشروع مسلا. تبقى محطوطة على جوجل او على مسلا اه بتاع ميكروسوفت او حاجة. وتقدر كزا واحد يقدر ان هو اه في كزا ما كان في العالم طالما دي على الملفات دي. يقدر يشوف الخطة ويقدر يعدل فيها ويتواصله مع بعض من خلال الحكاية دي. سبعة خدمات مشاوكة الملفات عبر الانترنت. تخزين سحابي عبر الانترنت. سايبر لوكس. طيب خدمات تمانية خدمات ميكروسوفت للمشاوكة الملفات. هدي برضو زي اللي احنا قلنا عليها الون درايف وزي برضو جوجل درايف والايه والتطبيقات والمواقع بتاعت جوجل. تسعة اي بي ام. ملاحظات اي بي ام كبيئة تعاونية شبكات اجتماعية امنة. كل دي امكانية للتواصل وتفاعل نقل المعرفة نقل الاخبار نقل التعليمات الشركة توصل لموظفيها وتقول لهم حاجات. عشرة. ادوات شبكات التواصل الاجتماعي استخدامات داخلية للشركات للمشاركة. طيب. الفوائد التجارية للتعاون والاعمال التجارية. طبعا زيادة الانتاجية. حاجة دي ممكن تتعمل بصرع. انا انا بعيت لك الايميل وبتاع وانت ودت علي المعلومة خلاص وصلتك في ثانية. بزيادة جودة العمل. جيم الابتكار. ده لتحسين خدمة العملاء. ها زيادة ونموم المبيعات والربحية والاداء المالي. طيب ده كلام جميل جدا جدا جدا. شبطة شبطة ثلاثة بقى. اه هنا عندنا اول نقطة فيه. اصلا استخدام نظم المعلومات على المنظمات. يعني بعض المنظمات لما بقت رقمية او يعني اه استفادت من نظم المعلومات ايه اللي حصل? تأثير نظم المعلومات على المنظمات سواء اقتصادية او سلوكية. تأثيرات اقتصادية او ايه سلوكية. الف الاسان الاقتصادية. يؤدي التغيير في العلاقة بين نظم المعلومات. والمنظمات مع ادخال الاي تي الى التغييرات في البيئة التحتية للشركة. وفي بعض الاحيان قد يكون تشغيل جهاز كمبيوتر ارخص من تشغيل شخص. نظرية تكلفة المعاملات. تدعم الفكرة القائلة بان الشركات يمكنها تقليل التكاليف من معالجة المعاملات بنفس القدر في محاولات تقليل تكاليف الانتاج. زي مسلا ايه الورق اصاد اه ان انت تشيل الاوراق دي كلها ملفات الوردل على ايه بالسهل تخزينها وسهل تبادلها وعملك سرعة اه نقلها والكلام ده كله. طيب. نظرية الوكالة. تؤثر نظرية الوكالة النتيجة عن نظم المعلومات على عمليات الاستغناء عن الوظائف والمناصر الادارية. مدير واحد بسان يشرف على المعلومات اسهل وارخص. مدير واحد يشرف على عشرة والمعلومات اسهل وارخص. طيب دي ده كده احنا كده قلنا ايه? الف اللي هي الاصار الاقتصادية. بقى الاصار التنظيمية والسلوكية. طبعا مواضح من الاصار الاقتصادية ان هي وفرت كتير. تمام? وفرت في ايه? التكاليف المعاملات. نظرية الوكالة. اه التواصل والحاجات دي كلها. طيب. اه بقى الاصار التنظيمية والسلوكية. تغيرات الخدمات التي تقدمها المنظمات للمتعاملين معها. واحد تستطيع تكنولوجيا المعلومات للمنظمات من الهرم الاداري. اه يعني خلت الهرم الاداري بقى ايه يعني بقى سمبل اكتر. بقاش معقد. قال لك تسويت الطبقات. ما بقاش بقى ايه في عشرين طبقة زي الاول. تحول يعني من الطول للاك اللي هو المستوي ده مش فاكه اسمه. مهم يعني اسباب التالية. قيام مستوى ادنى بالحصول على معلومة بدون اشواف ومن ثم اتخاذ قرار. بقى في عدم مركزي اكتر. تمام? طيب بقى تلقي المدير معلومة اكثر دقة في الوقت المحدد. شوف سرعة اتخاذ القرار. سرعة وصول المعلومة. اه ممكن يبقى مديرين اقل. طيب من الاراضات وتسلسل هرم هرمي اكثر كفاءة. اه اكثر كفاءة انت وفرت على طول. طيب كرام جميل جدا. اتنين منظمات ما بعد الصناعة ونظرياتها. تدعم اه يعني تستطيع الهرم الاداري وذلك. تدعم تستيح الهرم الاداري. تستيح الهرم الاداري زي ما قلنا كده ان هو ما يبقاش طول يبقى اه سيمبل كده يعني يبقى ايه ما ما يبقاش اه كتير. اه. واحد العمال يميلون للادارة النائية ولا مركزية ولا مركزية تصعر القرار مع انتشار المعرفة والمعلومات. تخيل ان انت في محافظة ولازم تروح عشان اه تروح القاهرة عشان تاخد موافقة من المدير الرئيسي بتاع الشركة او بتاع الفارع او بتاع لكن لو انت عندك لا مركزية وسرعة في استخدام في اتخاذ القرار هيبقى افضل طبعا للشغل. طيب الاي تي نمر اتنين اي 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 تي تشجع التنظيم الشبكي لفرق العمل والافراد المحترفين لانجاز المهام والانضمام اي 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 لاخرى. تمام? طيب تلاتة الاي تي تؤدي لمؤسسات افتراضية. اكفى واكسر جودة. وارخص من زي قبل اه في حالة في النشاء وفي التفكير. طيب. تلاتة فهم المقاومة التنظيمية للتغيير. يبقى احنا اتكلمنا على اه الاثار الاقتصادية والاثار السلوكية وتعالى بقى نتكلم على يعني فهم اه المقاومة التنظيمية للتغيير. دايما الناس عندها يعني اه مقاومة للتغيير. طيب طبط انظمة المعلومات بهيكل المنظمة وثقافتها وعملياتها التجارية. وتعطل اه الانظمة الجديد انماط وتعطل انظمة الجديد. انماط العمل الواسيقها والعلاقات العلاقات القوة. فغالبا ما يتم مقاومتها عند اقتراحها. فهي علاقة معقدة بين الاي اس او الانفورميشن اه سيستم والاداة التنظيمية. واتخذ القرار واجب ادارة التغيير بعناية. اه يعني دايما التدارج دايما اه ابرز الفوائد بتاعتها علشان الناس تطمن وتعرف فايدة الحاجة دي وتقدر ان هي ايه مقاومة التغييرة ايه اللي عندهم. تنص النظر السلوكية لتكامل انظمة المعلومات في المنظمة? ان الهيكل السياسي للمنظمة السياسي والاداري للمنظمة يتغير بتغير اتاحة الوصول للمعلومات وكون السلطة في يد من يصل لأكبر قدر من المعلومات. اربعة الانترنت والمنظمات. نمت التجارة بشكل هائل لسبب الانترنت وخفض له التكاليف. فهو منصة مفتوحة لمعالجة المعملات بين الشركات بتكاليف ارخص وسهولة الاستخدام. الطرق المبتكرة لاستخدام الانترنت والشبكات تحسن عمليات الاعمال وتخفض التكاليف. طيب. الاسراء المتطبة على فهم وتصميم نظم المعلومات. يغير نظام المعلومات المنظمة عند دامجه. ويراي عند التخطيط لنظام جديد البيئة. والهيكل والثقافة. اه اسلوب القيادة. وجماعات المصالح. يعني اللي هما يعني اصحاب المصالح يعني. يعني ان انا افيد كل المتعملين مع الشركة. موقف العمال. المهام والقرارات التي تتأثر. قد يكون افضل استخدام او الانفورميشن تكنولوجي بدلا من الافراد والتغييرات. اه تدار بعناية وفق احتياجات المنظمة. طيب اه السؤال اللي بعد كده او النقطة اللي بعد كده كيف يساعد الانترنت نموذج سلسلة القيمة او جهو التحالف بين المنظمات المقدرات الجوهرية اقتصاديات الشركات. الحاجات دي زي بتساعد الشركات في تطوير استراتيجيات تنافسية باستخدام نظم المعلومات. اولا تأثير الانترنت على الميزة التنفسية يسمح الانترنت للمنافس تقليدي بتقديم منتجات وخدمات جديدة وجذب العميل البعيد ويسمح للمنافس الجديد او المنافسين الجدد كوسيلة منخفض التكاليف للانضمام للسوق والعصور على المنتجات والخدمات البديلة للمستهلك بسهولة وسرعة. ويمكن تلت حاجة بقى جيم للعملاء او يمكن العملاء من استخدام المعلومات المقدمة على الانترنت الخلق منافسة جديدة بين الشركات. ويمكن المواردين دي رابع حاجة من زيادة قواتهم السوقية. شوف بقى ازاي بيسمح للمنافس القديم من خدمات والمنتجات. ويسمح للمنافسين الجدد كوسيلة منخفضة التكاليف للانضمام للسوق. ويمكن العملاء من استخدام المعلومات المقدمة خلق منافسة جديدة بين الشركات. طبعا دي دي في مصلحة العميل. هتتقلل له قوة من قوة الشركات صح? ويمكن المواردين من زيادة قواتهم السوقية. تأثير الانترنت على القوة التنفسية وهيكل الصناعة. المنتجات او الخدمات البديلة يمكن الانترنت البدائل الجديدة للزهور وتلبية الحاجات والرغبات واداء الوظيف. حاجات بديلة يبقى تقلل الاسعار صح? او منتجات جديدة بديلة يعني. طيب القدرة التفاوضية للعملاء. اتاحة السعر العالمي معلومات المنتج تزادها. تلاتة القدرة التفاوضية للمواردين يزادها الشراء من الانترنت وتقليل حواجز الدخول للسوق. اربعة تهديد المنافسين الجودة دي. يقلل الانترنت حواجز الدخول. بيسهل يسهل الدخول يعني. فريق مبيعات وقنوات توزيع وصول ماديها الحاجات دي اللي انت بحتاجها في العادي. لكن في الانترنت كل ده بيسهله لك. يقلل الانترنت حواجز الدخول. عشان تخش في اي سوق جديد كان لازم الاول من حواجز الدخول لنازم عندك فريق مبيعات وقنوات توزيع واصول مادية. لا الانترنت ممكن يخليك خلاص هي قناة توزيع. هو نفس قناة توزيع ويعرف الناس بيك والكلام ده كله. وتوفر التكنولوجيا قيادة تجارية اسهل واصل. خمسة التنفس بين المنافسين الحاليين. دي الخمس قوة بتاعت ايه بورتر. اه تنفس بين المنافسين الحاليين. توسيع السوق الجغرافي. زيادة المنافسين. تقليل الفروق بين المنافسين. صعوبة الحفاظ على المزايا التشغيلية. الضغط على الاسعار. خد بالك ان فيه مزايا للعميل وفيه مزايا للموارد وفيه مزايا للشركة نفسها. اه فهو غالبا العملة يعني ان هو هيبقى عندهم والله سوق مفتوح. زي ما دول يقدروا الشركات تقدر ان هي تنشر شغلها وتنتشر اكتر. برضو العملة ان هو الاسعار تقل عليهم والضغط بتاع الشركات يقل عليهم شوية. انه بقى فيه بدائل بقى فيه اخرى بقى فيه بدائل للسلع نفسها. يعني ساعة الجميع الاطراف. ثانيا تأسيل نموذج سلسلة قيمة الاعمال. احنا قلنا اللي فيه حاجة اسمها اللي هو سلسلة سلسلة الامداد والتوريد. الشركة بتجيب لك المواد الخام. الشركة تانية بتعمل لك المكونات من المواد الخام. الشركة تالتة مثلا بتصنع او بتجمع لهذه المكونات بتاعت العربية مثلا. والشركة شركة رابعة بتاخد من المنتج ده او المورد ده تبيع بالجملة والشركة خمسة مثلا ممكن تبيع بالتجزئة. ده كلهم اربعة اسمهم ايه سلسلة الايه? التوريد. سلسلة القيمة الفاريو تشين بقى? لا. ده الحاجات اللي بتضيف مش كل الانشطة. لا. الحاجات اللي بتضيف قيمة بس للمنتج. اه. للفوز في السوق لابد من التحايل التميز على المنافسين. بتحديد الانشطة الاساسية والداعمة. تنظيم الادارة الجدول الالكترونية والرسائل. المواد البشرية. انظمة تخطيط القوى العاملة. شوف ازاي طوقة يا بها. هو ساعدك ايه? تطور في كل حاجة من دول التكنولوجيا. انظمة التصميم باستخدام الكمبيوتر. المشتوىات انظمة الطلبات الايه? المحاوسبة بالحسب الال يعني. نموذج سلسلة القيمة بقى. اه. دي انشطة الدعم. الدعم اللي هدعم وظيف الشركة في الثلاثة في الاربع حاجات دي. طيب. الخدمات اللوجستية الصادرة. كلمة دي دايما اللي هي برضو اللي مرتبطة بالسابلايتشين. اللي هو يعني خص اي حاجة تخص النقل. التخزين. المشال. الصفر. مش عايف ايه? وسائل النقل. الحاجات دي كلها. النقل والتخزين غالبا يعني. خدمات اللوجستية الصادرة. انظمة جدولة الشحن الالي. دي سلسلة القيمة للشركة. الخدمات ده هنا ايه? العقمة العملاء المعزعين المنظمة الموردين مورد الموردين. زي ما قلنا كده ايه? لوان المنظمة مسلا خلينا نقول مسلا او المسكين على نفس المسال ان هي دي بتعمل آآ سيارات. المورد بتاعها واحد بيعمل كاوتشات. المورد بتاع المورد اللي بيجيب المطاط اللي المورد بيعمل كاوتشات اللي يوفرهولي ان انا اجمع عايز الف عربية بقى اوح اجيبها باعتلاف كاوتش. الموزع بقى ياخد العربيات ده اللي هو يعتبر آآ يعني بتاع ده اسمه ايه? بتاجي الجملة. آآ بتاجي الجملة ايه دي ايه? او تاجي التجزئة لغاية ما يوصل لعميل. شوف بقى ازاي دي سلسلتي الايه? السابلايتشين. الفاليو تشين ادقة من السابلايتشين. السابلايتشين زي ما قلنا كده من 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 بداء من الزرع من الناس اللي بتزرع كده وبتطلع على حاجة من الارض لغاية العميل. آآ شركات مثلا كبيرة زي وولمارت وزي نسلا وزي الناس دي آآ بتبقى بتستحوز هي على السابلايتشين بتاعها. والفاليو تشين كزلك. يعني ايه? يعني هي اللي بتزرع في الارض وهي اللي بتطلع على النبات شركة تانية. آآ وشركة تالتة مش عايف بتنتج ايه? وشركة رابعة بتاخد المنتج ده ادخله في الصناعة الفلانية. وشركة خمسة هي اللي بتوزع. وشركة سادسة هي يعني هي مش 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 عاملة آآ تقول لك لا ده انا اي واحد من دول هيتعطل في السلسلة دي السلسلة دي هتتقطع خلاص هتفرد. طب وانا ليه اعتمد على غيري والمنافس بتاعي ده انا بعمل انا ايه الشركات دي كلها في المجموعة بتاعتي. شوف ازاي. فهنا هوا تخيل ان انت عندك المورد. عنده انشطة اساسية او موردين الموردين. انظمة توريد مشتورات خدمات لوجستية. انظمة التخزين الالي كل ده هيساعدك فيه. جبت انت المواد الخام رح ادتها للموردين لهم عملوا العمليات وانظمة التحكم بالالات والكمبيوتر عملوا من المطاط عملوا الكويتش اللي هينفع للسيارات الشركة اللي بتنتج السيارات دي او بتجمع السيارات عندها ما بقعتوا تسويق انظمة الطلب الالي. الف دي يعني محتاجة كم سيارة مسلا الف سيارة راح اتجابت بعتلاف كويتش. من الراجل اللي هو جاب من المورد المورد ده اللي هو جايب ايه? اسموه المطاط. مسلا يعني معليش هو مسال بس كده وخلاص. يعني العربيات دي اه اللي طلعتها هزي المنظمة بقعتها المين للموزعين او تجار الجملة بقعوها لتجارة تجزيرة لغاية ما وصلت للمين للعملاء. عنده خدمات اه كل ده محتاج انظمة معلومات. احنا عايزين نعرف السوق. الموزعين هم اللي بيقولوا لنا السوق محتاج قد ايه? ومن قاني نوعية. شوف ازاي? انظمة ادارة العلاقات مع العملاء والموردين. سلسلة قيمة الصناعات. طيب.